بعد عشرين عاما من الغزو الأمريكي المشهد العراقي يزداد قتامة فلا يأتي عام إلا والذي بعده أشد محنة على العراقيين في السياسة والأمن والاقتصاد والحالة المجتمعية والإرث الثقافي مجلة بروسبيكت البريطانية لخصت المشهد بقولها إن الغزو الأمريكي للعراق أثبت فشل بناء نظام سياسي في بلد ما عن طريق التدخلات الخارجية وذلك عندما تحجب إرادة الشعب وتدار البلاد بنظام الوصاية بأدوات شكلت العملية السياسية الحالية التي لم تتمكن حكوماتها المتعاقبة من بناء مؤسسات يثق بها العراقيون تؤكد المجلة البريطانية أن الفساد والخلل الوظيفي وانعدام الكفاءة هي السمات البارزة في مؤسسات الدولة على مدار جميع الحكومات المتعاقبة وذلك ما سبب تراهلا وانهيارا في كل القطاعات حيث يتقاض المسؤولون وموظفو الدرجات الخاصة رواتب خيالية تدفعهم إلى الحفاظ على الوضع الراهن وعدم التفكير بالقيام بأي إصلاحات وإنما يفضلون بقاء هذا المناخ الفوضوي الذي كان بيئة مناسبة لتغلغ للفساد في أجهزة الدولة حتى وصلت إلى مرحلة استحالة إصلاحها دون هدمها وإعادة بنائها من جديد ومن تداعيات الانهيار الاقتصادي والخدمي في العراق إلى الواقع الأمني المضطرب الذي شكل الفرصة المواتية لنفوذ الميليشيات التي تتعامل مع الشعب العراقي بما تمليه عليها عقليتها الطائفية التواقى لارتكاب الجرائم نحو مليون شخص أخفوا قصريا ومئات الآلاف قتلوا وأضعافهم تهجروا ونزحوا فلا يكاد بيت عراقي يخلو من قتل ومفقودين ونازحين وبالنسبة للمجتمع فلقد عملت أدوات الاحتلال على تمزيق نسيجه الاجتماعي ونشر أوبئة التخلف والجهل والمخدرات والعنف في طبقاته ليصبح الشاب العراقي محاصرا بين أنياب الفقر والقلق والتغريب النفسي والفراغ الروحي الغزو الأمريكي لم ينتهي بعد وإنما يعيش العراقيون تداعياته كل يوم طالما أن غيومه السوداء الممثل بالعملية السياسية لم تغادر سماء العراق بعد موسيقى